وضع خاص هنزي وغيرها دي حاجات أخرى بكين موضوع تاني بكين النهاردة أنا ممكن لو أنا موجود وحاسس بخطر خط طيارة وتعالى قاعد في هنزي خط طيارة وتعالى قاعد في جوانزي خط طيارة وتعالى وعندك رحلات طياران كتيرة موجودة بتشتغل مش لازم مصر الطياران عندك اماراتية شغالة عندك مش عارف لفت هنزي شغالة عندك مش عارف ايه شغالة لو انت خايف ما تستناش لحد النار ما تقرب منك وتقول لي الحقني يا سيدي أنا بلحق الناس اللي هي بعض الشر ممكن يموت وبعد دقيقة في الناس في وهان الناس النهاردة بتموت الناس مشي هتلاقيه وقع على الارض مات فارجوه لو سمحت لو عايس الحق نفسك وانا بقول لك خايف على نفسك خط طيارة وتعالى المدينة الوحيدة اللي عليها حجر وعليها اوبئة زي ما انت شايف كده الراجل ماشي يعني وقع يلحقوا ينقلوه مات ولا مصاب ولا اصيب وقع زي ما حدك شايف كده ده حال المدينة في الصين وهان تحديدا بيحصل فيها كده فاحنا لازم نخلي بالنا نخلي بالنا الموضوع النهاردة انه انا بعمل كده الدولة عملت كده عشان تلحق الناس اللي هم مش عارفين يتحركوا اللي هم بيشوفوا ساق الموت كل دقيقة فاذا لو انا بقوله هو الدولة بتعمل كده يا جماعة لانه كمان الدولة واقف على رجل من اول رئيس الجمهورية مع السفارة المصرية اللي انا بحييهم في الصين السفير محمد البدري وعضاء السفارة وكل الناس اللي عاملوا غرفة عمليات ما بيروحوش الناس اللي بتشتغل لحد التوقيت هنا اربعة صباحا عشان يلحق يزبط فرق التوقيت عامل مشكلة الطيارة تيجي بتاخد 12 ساعة طيران عشان ارجع فانت متخيل حجم الجهد المبزول الدولة كمان مشكورة بعتنا النهاردة عشر اطنان ادوية ومعدات طبية وحاجات طبية للاشقاء في الصين الشعب الصيني مساهمة ايضا ان انت بتقول لهم احنا معاكم احنا يعني موجودين معاكم وعارفين هذا الخطر وحجم الخطر عايز اقول لكم البيوت كده في الصين البيوت افلوها افلين البيوت كده قدامك اهو بالحديد مش مسموح افتح الا حاجة عايز تاكل او تشرب مش تخرج ما تخرجش ده الوضع دلوقتي في الصين فارجو ان احنا نتعامل مع الموضوع مش غير ما نستغل نستغل الحدث قادي الاطنان اللي مصر بعتها عشرة طن مبعتين للصين بالمناسبة حتى لو بعتت ايه مهم ان انت تعمل ده مساهمة ومش يعني الصين زي ما بقول لكم النهاردة رصدت 173 مليار دولار للتعامل مع هذا الحدث بص الرقم 173 مليار دولار رصدته النهاردة الصين للتعامل مع هذي المصيبة اللي عندهم اللي هي العالم كله النهاردة على رجل العالم كله النهاردة كله خايف مش عايز حالة تحصل عنده اي دولة بتحصل عندها حالة النهاردة بيحصل فيها رعب فارجو كمان الناس اللي جاية دي ارجو ان احنا نبعد عن انفراد صحفي وانفراد اعلامي وافتح المجال حد ما تقابلش حد ليه؟ حافظوا على الناس حافظوا على الناس يتعمل حقر زي ما بتعمل في الصين اقراءات زي ما بتتعمل في الصين حافظوا على الناس